كنرحب بكم متابعين الأوفية وكنتمنى تكونوا بخير وعلى خير أحوالكم طيبة ويلقاكم هذا الفيديو وانتم مافئة الصحة والعافية اليوم إن شاء الله وضع فيديو جديد ووصفة جديدة سنقترح لكم أنجح وأروع وصفة البراونيز بالقرقاء شي حاجة خطيرة في المعضاق أما الشكل ديالها فهو أكيد تكلم عليها وكيف العادة كنوجه تحية كبيرة للإخوان والأخوات ليالله كيلتحقوا بلاشين كنقول لكم مرحبا وألف مرحبا بكم كنتمنى الوصفات اللي كانت قسم معكم تنلد استحسان ديالكم وترقكم كيف العادة متمشيوا فين خليكم معايا باش تشوفوا الوصفة من الأول حتى الآخر مع جميع المراحل ديال تحضير مقادر الطريقة أسرار نجاح الوصفة على بركة الله غادي نبدو الوصفة دياليوم متمشيوا فين خليكم معايا كنرحب بكم متابعين الأوفية مرة أخرى وغادي نبدو الوصفة ديالنا على بركة الله وكأول قاعدة سننزل المقادر في المكونات سنحتاج 150 جرام ديال البيض اللي يكون كومبلي 150 جرام ديال زبداء سبيسيال من أصل حيواني 120 جرام ساندة تكون رقيقة وكنأكد على هذه النقطة هذه عدنا 80 جرام دقيقة أبيض نوعية جيدة 120 جرام ديال شكولات أسود غيش أنا استعملت نسبة ديال كاكاو 70% وبالنسبة للأخوات ممكن تخدموا غير بخمسين عادي جدا 120 جرام ديال القرقاء اللي يكون تراف 15 جرام ديال كاكاو معلقة كبيرة زيت نباتية 4 جرام ديال خمير الحلويات اللي كتبقى اختيارية يعني ماشي ضرور في الوصفة إنما كتبقى اختيارية سنحتاج معكم نسس معلقة ديال بودرة ديال الفانيليا ممكن تديروا صاشيات ديال فانيليا عادي جدا وقابسة ديال ملح لتصحيح الدوق هناك فيما كتلاحظوا معايا أنا استعملت نسبة ديال كاكاو 70% وهذا اللي كي توفر على النوازيت انتو ما ممكن تخدموا غير بصديفات يعني الشكلات غيش ديال صديفات عادي جدا غنديروا فوحد له كاسرول لتشكل هذا وغنضيف عليها 150 جرام ديال زبدة نوعية جيدة يعني باش تحصلوا على براونيز بنين ومعلك دروري تخدموا يعني بالمكوينة تكون جودة عالية كندير الكاسرول ديالي فوق البلاك على هذا الشكل هذا دائما نرلك تكون مهيلة ممكن تخدموا فقط فوق البوتاقاز يعني عادي جدا ودائما مع التحريك المستمر كنحاولوا اننا ندير زبدة هي اللولة وكنديروا عليها الشكلات انا بالنسبة لي استعملت هات الشكلات التي توفر على النوازيت لذلك في الكمية ديال القرقاع غادي نقصها انتو ما غدتستعملوا 120 جرام الى كنتو غدتستعملوا شكلات العادي جدا فبالنسبة لي انا استعملت هات الشكلات اللي كيتوفر على النوازيت لذلك غنستعمل فقط 60 جرام ديال القرقاع مباشرة سنأخذ لبول على هذا الشكل سنضيفه 150 غرام البيض اللي كان عبره بالصفر بالبيض وسنضيف 150 غرام ساندة تكون رقيقة ضرورة ساندة تكون وخم غرب الليلة كانت عندكم يعني ساندة اللي كانت تكون مخلطة قبصة ديال الملح وسنحتاج الفانيليا باش نسموه سواء فاني بودرة ولا ليكيد ولا اكيد صاشيات نستعمله جوج مع ملقة صغيرة ديال ليكيد ولا بودرة اللي عندكم خدمو به سنحركوا الكل جيدا حتى نحصل على الهاتف شكل هذا ونضيفه جوزة الشيات ديال الكاكاو نوعية جيدة والاخوات اللي كتوفروا على كاكاو ديال العبار ضروري يكون كاليتي هي هكا باش تحصلوا على براونيز اللي مضاق ديالوزوين وحتى اللون كيجين اللون اللي غزال ما شاء الله كنحاول نخلط المكوينة مزيان على الهاتف شكل هذا ضروري كندمجو العناصير كلها مع بعضيات على الهاتف شكل هذا باش كندمجو ذاك الكاكاو مزيان زيان عاد غادي نضيفو ذاك الخالط ديال الزبدة والشكلة اللي دوبنا حتى كي يبرد يعني ماشي تماما إنما كيكون دافي واحد شوية وكنضيفوه احنا كنحركوه لهذا الشكل هذا ضروري انكم كتكبرون ثم كتخلطوه مزيان زيان لهذا الشكل هذا يعني حتى كتحسو ان الخالط ديالكم تعلق لاحظوا معي يعني قبل ما يطيب ما شاء الله لاحظوا اللون أما واحد المضاق يكون كيطلع معاكم انتم ما ما شاء الله كيجي بنين بالزبزة هنا غادي نخلط مزيان مزيان حتى كنحس ان العناصير كلها ندمجت مع بعضياتها وغادي نبدا نضيف الكيميات ديال الدقيق بالنسبة للدقيق غادي نستعمل معاكم 80 جرام غادي نقسموه على زوج النص اللي اللي غا نغرب له وغا نخلطوه على هاد غادي نضيف نص ثاني يعني ضروري كتبعو هاد المراحل هادو هاد الخطوات اللي كنعطيكم باش هاد الوصفات ننجح معاكم بإذن الله لاحظوا معايا ضبط الكميات الثانية يعني دقيق ما يعادل 80 جرام كنحرك جيدا على هاد الشكل هذا لاحظوا معايا القاوام كيكون ما شاء الله بحل قاوام ديال الكيك على هاد شكل هذا وغادي نضيف عليه 60 جرام ديال القرقاع لانني خدمت بالشكلات كي توفر على النوازع بالنسبة للأخوات اللي كنتو ستخدموا غيب القرقاع بوحدته ستحتاجوا 120 المكسارات كتبقى حسب الرغبة وعلى حسب اللي عندكم متوفر في المنزل ديالكم هنا سنتعمل معاكم 4 جرام ديال الخمير كالحلويات اللي كتبقى اختيارية يعني وصفة اللي هي ناجحة بدون خميرة انما كنت ستعملها انا باش كتعطيني واحد الخفة يعني كي يجي البراونيز معلك وممتوك يجيها كهشيش ما شاء الله اما هاد المعالقا ديال زيت نباتية ضروري انكم تستعملوها كتعطي واحد طراوة لهاد البراونيز ما شاء الله يعني يجي تربوها في الوصفة وان شاء الله غادي تنجح معكم وغا تنال الاعجاب ديالكم يعني خصنا نحسلو له الخالط يكون على هات الشكل هذا لاحظوا معايا هنا كنناخد هاد الاطار هذا انا استعملت فقط الاطار اللي كيتحلو ويتسد غلفتو ببابي كويسون انتو ما ممكن تستعملو اي مول عندكم يعني بالنسبة لهاد الكيميا اللي درجت معكم حاولوا انكم تديروا القياس ديال المول 18 على 18 وباش هكا كي يجيكم البراونيز ديالكم عالي فبنسبة لي انا البراونيز مجيش عالي بزاف انما على حسب طبق فاش غادي نقدم لذلك حاولوا ما امكان انكم كتديروا 18 على 18 يعني 16 على 16 باش كل ما اكل المول صغير وبالنسبة الاخواتي اللي بغوا يديروا على هات القياس اللي استعملت انا 28 ل28 غادي تضعفوا المقادير طريقة ديال الطهي جد مهمة مدة ديال الطهي اللي هي 20 دقيقة النار من التحت ومن الفوق كذلك بالنسبة لفورن ديال الغاز النار غير من التحت لمدة ديال 10 دقائق وكنقلبوا بكي يغضون على شكل هذا وكنردوه شوية من الوجه كنخليوه كي يبرد تماما يعني ضروري انكم كتخليوه ديالكم حتى يبرد مزيان عاد كتقطعوه سواء مرسويات مربعات قطعوه يعني الشكل اللي غادي يناسبكم والطريقة باش غادي تقدموه الافراد الاسرة ديالكم صدقوني هاني كي يجي معلك لاحظوا معايا يعني خفيف كي يجي معلك مع ذلك المكسرات يعني صدقوني ان نوازيت كي يجي غزل فهذا البرونيز هذا كنتمنى انكم تضيفوا هات الشكلات هذا وانا بغيتوا تستعمل واحد الكيمياء تاخدوا نوازيت شريوه وكتضيفوه مع القرقاع كي يجي غزل بزار هنا كيفما كتلاحظوا معايا هنا قدرتوه في طبق ديال التقديم غادي نزينوه بالنصاص ديال القرقاع على هات الشكل هذا بالنسبة الاخوات ممكن تقدموه بالطريقة اللي كتناسبكم ممكن تحتفظو به كيفما هو كيفما كنقول دائما ان لست عملتوا الاطار اللي غادي يكون صغير وجاكم البرونيز ديالكم عالي بزاف ممكن انكم تزينوه نهائيا يعني يقدموه بالطريقة اللي كتريحكم بالنسبة لي ان بعد ما زينتو هات الشكل هذا غادي ناخد شوكولاتة ديال الدهن وغادي نضيف واحد القمع وغادي نبدأ نخطط يعني بشكل زيغزاغ باش هكا كنعطي واحد للمسالي كتجي زوينة بزاف يعني براونيز اللي قيمة في الروعة كي يجي غاني بدك شوكولات غيش اللي استعملنا زبدا سبيسيال بمكوينت اللي هي نوعية جيدة كنتمنى انكم تطبقوا هاد الوصفة وتجربوها الوليداتكم شي حاجة اللي خطيرة في المعضاق اما الشكل الفانتومي كتفنو كتبدعو وكتقدموه بالنسبة لي كنأكد عليكم إلا بغيتو الراونيز ديلكم يجي عالي فانتو ما كتنقصوه في الإطار يعني كتتتعملوه 16 على 16 ولا 18 على 18 فالراونيز ديلكم كي يجي عالي إنما هاد الوصفة اللي تقسمتها معكم وصفة اللي هي ناجحة مليار في المياه بكل مقاييز هنا الشكل النهائي دي الراونيز دينا من بعد ما وجدو فينا على هذا الشكل هذا كيف مما تلاحظو كي يجي قيمة في الروعة كي يستحق أنكم تجربوه وتحضروه لوليداتكم مرة مرة هكا إلا كانت شي مناسبة أعيد الميلاد لماذا لا؟ يعني وصفة تستحق أنكم تحضروها بعينكم غمضين يعني أعطيتكم فيها جميع تفاصيل وأسرار نجاح الوصفة هنا لاحظوا معي غادي نتناولوا حد القطعة معكم باش تشوفوك كي يجي كي يجي معللك أقسم بالليلة كي يجي معللك أما لما داقش حاجة حتى غادي تحضروه عاد غادي تردو عليها في التعاليق كيف العادة ما سخش بكم وصفتنا وصلت نهايتها ما تبخلوش إليها ببرتاج فيديو في مواقع التواصل مع الأهل والأصدقاء والمعارف باش هكا كتحفزوني ندرج معكم المزيد والجديد دومتم في رعاة الله وحفظه إلى الملتقى في وصفة قادمة إن شاء الله أصدقائي اشتركوا في القناة